موسيقى الإنسان كتلة من المشاعر المتحركة مشاعر بيحملها الإنسان ومشاعر بتحمل الإنسان من المشاعر اللي بتحمل الإنسان كأنه طاير بيها مشاعر الحب تحملك على العطاء والتسامح مشاعر الأمل ومشاعر الطموح تحملك على الجد والنشاط والرغبة في قهر التحديات لكن من المشاعر الثقيلة اللي بيحملها الإنسان الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي وعلى رأس المشاعر اللي بتثق الكتف الإنسان وصدره مشاعر الكراهية وأصل كرمة كراهية هي الشيء الثقيل اللي بيجبر ويكرع عليه الإنسان وكأن الكراهية شعور استقباح وجود الإنسان ده في الحياة رغما عني وبتصنف الكراهية من المشاعر التقيلة اللي بتسبب إحباط واكتئاب وبتدفع الإنسان لما يقدر للإذاء والشماتة نتعرف الكراهية دي شعور ولاد للأذية بس أكتر أذية بتقع بتقع على الكاره مش المكروه اللي شايل الشعور ده بيتئذي أكتر لو الإنسان كان بيكره خلايا النقد البناء والإنصاف بتتقفل فلا يرى ممن يكره إلا كل قبيح عشان كده سيدنا عبد الله بن معاوية لي بيت شعر مشهور يقول فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الصخطي تبدي المساوية لما تحب إنسان ما تشوفش إلا أجمل تصرفاته ولو كرهته لا ترى منه إلا كل قبيح طب يا صاحبتك اللي تكلمت عليه كيف ظهرك تحسنت فتقول لأنا قفلت خلاص منها شوف كأنني فيه شيء تقفل لو الكراهية دبت طب هو قال لك سلام عليكم بعد ما كنتم متخصمين لا يعمد ألها من وراء قلبه لا يرى إلا المساوية عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن الكراهية بين الست والراجل فقال لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كرها منها خلقا رضي منها آخر أكيد شريك الحياة مش كله وحش أكيد فيه بعض التحديات في شخصيته وحاجات تانية حلوة أم العشر الجميلة جات منين لكن الأزمة الكبيرة إن الكراهية هو شعور دفين بينمو بالوقت ولو الإنسان ما قدرش يتخلص منه بالمواجهة عشان نتصافه أو العفو والتسامح لو قدر هيصبح شعور عملاق هيطردك في كل حتة لما تسمع أخبار عن الشخص اللي بتكرهه أو تشوفه أو تشوف أي حد يفكرك به وتحزن لو فرح شوف ربك يقول إن تمسسكم حسنات تسؤهم وإنتصبكم سيئة يفرحوا بها كل ده بسبب الكراهية وساعات لها بقاش حاسس إنه بيمتلئ كل يوم بالشعور ده تجاه حد عشان كين لازم حلل الموضوع ده على مستوى المقربين لا تطيل الخصام لأن الخصام بيئة خصبة لتحول الخلافات لكراهية قال صلى الله عليه وسلم لو زاد عن ثلاثة أيام بيبدأ الإنسان علشان يفضل مخاصم يفكر نفسه بذكريات وحشة عشان يفضل مخاصم ده بينمي الكراهية وأقول لك على حاجة تانية كمان في السنة ودي معلومة مهمة جدا لو حد أذاك ما تدعيش عليه إنه يتشل ولا يتبهدل السن أنك تدعي ربنا إن ربنا ينصرك ويجيب لك حقك منه إذا أردت فادع لنفسك أنت بالانتصار وأن حقك يرجع لك حتى قال الحسن البصري لا يدعو عليه إنما يقول اللهم ما أعني عليه واستخرج حقي منه لأن كثرة الكلام السالبي على الشخص اللي ظلمك هيربي الكراهية وأنت لا تتئذي وربنا يحب يجيب لك حقك وإنت ساكن مطمئن مش كل ما تشوفه لسه حقك ما رجعش تشعر بغليل من جواك عشان كده سيدنا مجاهد يقول لا تسبن أحداً ولكن أحب لله بقلبك وأبغض لله بقلبك ما تعدش تسبه في الدعاء أو تسبه في الكلام من وراء ده بينمي حاجات جواك إنت مش هتبقى مستقر ادعي ربنا لحقك حقك لو حد ظلم يخذ منك فلوسك ولا أذاك في سمعتك ولا حاجة ادعي أن ربنا يجيب لك حقك بسم الدعيش عليه هو ادعي لنفسك أنت برجوع حقك يا رب عنا اللهم من أراد بنا خيراً فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه ومن أراد بنا شراً فاشغله بنفسه أصرفه عنا وعوضنا عنه يا رب من يجبر بخاطرنا اشتركوا في القناة